كان سابق عصره بكل الأعمال اللي قدمه يوسف شهين كان أكبر من صورة وصوت ومن مشهد حميم كان مفكر بتحسه كان عمره من عمرها الأفلام 37 رغم أنه خلق عام 1926 بمصر الرخصيرته الزاتية بأربع أفلام باب الحديد أول فيلم عربي يطرح لجائزة الأوسكار ومثل فيه شهين دورق الناوي المصير كان نقطة تحول عند شهين حكى فيه عن الفكر والحرية ضد التطرف الدين والسياسي هالفيلم كان رد من شهين ضد منع فيلمه المهاجر هي فوضى آخر فيلم لشهين عام 2007 شاركه الإخراج خالد يوسف حكى فيه عن الفساد بمصر وتجاوزات الشرطة أهم جائزة نالة شهين كانت الإنجاز العام بيكان رحل عام 2008 إذا السينما هترجع توقف بوجة تطرف الدين والسياسي أفلام شهين حية وجاهزة للعرض